البداية من عشرين غرزة نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عملت السلسلة من عشرين غرزة نطلع بثلاثة واحد اثنين مقابل اول عمود ونعمل بنفس الغرزة عمود نترك غرزة من تحت ونعمل عمودين بلفة هاي اول عمود وهي العمود الثاني نترك غرزة من تحت نترك غرزة ونعمل عمودين بنفس الغرزة ونعمل عمود ونعمل عمود نترك غرزة ونعمل عمودين ونكمل هايك لآخر السطر نترك غرزة ونعمل نترك غرزة ونعمل نعمل عمودين على الحقن هي هون وارجع بالشغل بالدور الثاني منطلع بغرزتين او تلاتة ومنبدأ بشغل النقشة واحد بنا بنا ثلاثة اذا الخيط رفيع ممكن تعملوا اربع لفات او خمسة مكان الغرزتين عفوا مكان العمودين كمان بنعمل عمودين وهدول ما نحافظ عليهم كل مراحل الشغل نحافظ عليهم منكرر هون غرزة البيف او غرزة الليمون حبة الليمون واحد اتنان تلاتة وبين العمودين نرجع بنعمل عمودين نكمل لاخر السطر مكان العمود بنعمل الغرزة تبع حبة الليمون ومنكمل منكمل الشغل واحد اتنان تلاتة ومكان العمودين يلي في نفس الغرزة عملناهم بالدور الصابر نعمل عمودين اتنان بالعمود هون بنعمل غرزة حبة الليمون واحد اتنان تلاتة واخر شي نعمل عمود او براس العمود او بالفتحة واحد اتنين منكفي الشغل بعد ما منطلع بغرستين او فينا كمان تلاتة منقلب الشغل ومندخل بها الطريقة براس الحبة نعمل ثلاثة مشان يطلعوا كل الغرز طبع حبة الليمون عالوش ومكان هون العمودين منضلع بنعمل ونشتغل عمودين هاي النقشة حلوة تستفيدوا منها بكتير شغلات شغلات شغل بوليرو مندخل السنارة من هون لهون واحد اتنين تلاتة كمان ممكن تستفيدوا منها بالجواكيت من هون لهون نقلبا تلاتة تلاتة ومكان العمودين نعمل عمودين اه واحد اتنين تلاتة ثلاثة محل العمودين عمودين ننتقل لهم واحد اتنين ثلاثة ومننهي الشغل بعمود ومنطلع واحد اتنين ثلاثة هلا تبلشت تظهر معنا كيف هون نافري بغراز بالعمود الامامي بغراز الدور الثالث منعيد مثل الدور البداية واحد واحد اتنين بغراز بغراز ومكان العمودين بنشتغل عمودين بنشتغل عمودين هيك بنشتغل من هون عمود امامي واحد واحد اتنين ثلاثة بغراز اعطلوا اتنين افاق اي شيء انتو عندكم يا ممكن تساوي بهلنة اي شيء انتو عندكم يا ممكن تساويوا بهلنة اشيء تلعتي. تلعتي كما ترون. تلعتي كثيرا. تلعتي كفل الأطراف. تلعتي كفل الأطراف. تلعتي كفل الأطراف. اشتركوا في قناتي على اليوتيوب. زوروا موقع المحترفة والخياطة السريعة. الى اللقاء. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الكروشين. اليوم نتعلم نعمل مثل هاي النقشة الحلوة من غرزة حبة الليمون او البيف المنتفخة. مثل ما لكم شافين غرزة مميزة بتستفيدوا منها بكثير شغلات بالاشغال اللي بتعملوها. اشتركوا في القناة